توصيات برلمانية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين بخصوص صرف سعر الدولار اللجنة المالية النيابية استمعت لتقرير اللجنة الخاصة بمتابعة عمل البنك المركز والمصارف بعد مراقبتها الأسواق المحلية اتفقت اللجنة على أن يكونها كاستضافات للمعنيين بقضية الدولار من ضمنها تهيئة البناء التحتية وكذلك دعم القطاع الاقتصادي الداخلي من خلال تطوير الصناعة وتقليل حجم الاستيرادات حتى تقل الحاجة الفعلية للدولار وبالتالي سيكون هناك زخم داخلي واقتصاد داخلي هناك استضافة لعدة وزراء وأهمهم طبعا وزير الصناعة مهم نحاول كالجنة مالية أن نفعل المصانع الحكومية أن تكون مصانع حكومية مثلا بحتة أو تكون لها شراكة مع القطاع الخاص لتفعيل القطاع الخاص ستدعو اللجنة المالية تجارا ومستثمرين لسماع مقترحاتهم اشراك رؤوس الأموال الداخلية في التجارة والصناعة عوامل ترى اللجنة أنها ستسهم في خضي سعر الصرف إشراك القطاع الخاص إلى جانب الحكومة والبرلمان يكون للقطاع الخاص كلمة بهذا الاتجاه وسوف نعمل على استضافة الأشخاص الذي لديهم القدرة في جانب الاقتصادي والقانوني لمعالجة هذا الموضوع وإلى جانب مواجهة التحديات التي تقف أمام سياسة النقدية لسيطرة على أسعار الصرف فأن التأكيد على الأتمتة يمثل أولوية لما تمثله من استقرار في المال والاقتصاد عباس نعمل العراقي الإخبارية بغداد